اشتركوا في القناة في بلدنا احنا اللي من حقنا نقرر مصيرنا تفاقلوا بالخير تجدوه كل واحد يقرر مصيره عايز ينزل يوم 30 يونيو انزل مش عايز تنزل ما تنزلش كل واحد حر في قراره لكن لا نتمنى العنف ولا نتمنى التصريحات والاخبار النهاردة فيها حاجات كتير جدا تخص ده بس انا كلمتي الوحيدة انه ما حدش يقدر يهدد شعب وما فيش حد يقدر يعاني شعب في الدنيا صباح الخير عليكم هيكون معنا النهاردة حلقة متنوعة جدا هنتكلم طبعا عن اخر الاخبار في فقرة الصحافة اليومية مع استاذ طرق السعيد مدير تحرير جريدة الكرامة وكمان هيكون معنا فقرة عن الخريطة الحزبية الجديدة في مصر بعد 25 يناير مع الباحث السياسي محمد تهامي واخر فقرة هتكون معنا النهاردة تخص الاحوال في البلد هي الفقرة الاقتصادية عن استطلع ايه احوال الاقتصاد في الاسبوع الجديد خصوصا ان احنا طبعا يعني الحالة بتاعتنا تسعى بقى الكافر والمشاكل قد كده وكل اللي احنا بنسمعه تصريحات عن خطط وحاجاتها تحصل لكن ده لم ينعكس على المواطن في الشرع والمواطن تعبين ما بين الكهرباء وما بين الميا وما بين حاجات كتير وما بين القلق وما بين التوتر اللي في الشرع السياسي عشان 30 يونيو القادم هيكون معنا في الفقرة الاقتصادية دكتور حامد محمود مرسي عميد كلية تجارة جامعة السويس وهيكون كمان معنا فقرة عن اهمية التدريب المسؤولين عن رعاية الاطفال في دور الايتام ومنحوها من شهادات تخصصية هيكون مشرفنا دكتورة هبا قطب دكتورة علم النفس وحدة من المدربين بشهادة عالمية واستاذة ياسمين الحجل المسؤول الاعلامي عن مركز التدريب كمان هيكون معنا فقرة عن مجلة ايام مصرية وعدد جديد صدر معنوان صفحات وصور نادرة من تاريخ العرب هيكون مشرفنا المؤرخ احمد كمالي رئيس تحرير مجلة ايام مصرية لكن خلونا نبتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفاصل على طول تابعونا وصباح التفاؤل عليك يا مصر اشتركوا في القناة